إجابة برلمانية لوزير العمل تكشف أن السوريون أو أن السوريين في النمسا حصلوا على 33 مليون ودايمكن كان بطل هذا السؤال هو داجما بلاكوفيتش اللي هي المتحدثة باسم حزب الحرية مرة تاني بنلاقي حزب الحرية أو حزب الـ FBI يطل علينا مرة من الناحية الأمنية وهنا من الناحية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية واللي اتهمت فيها أن من 128 مليون يورو المساعدات الاجتماعية الخاصة بالنمسا كلها قالت أن الجزء الأكبر كله أو النصف راح للمساعدات الاجتماعية الخاصة باللاجئين نعم طبعا نفس الوقت كمان عندنا شرطة المساعدات طبعا شرطة المساعدات في المقابل شرطة المساعدات بتكشف عملية احتيال بقيمة 25 يمكن هم الموضوعين المرتبطين ببعض ده اللي دفع يمكن شرطة المساعدات بسبب هذه الانتقادات عملية تكسيف الكشف عن طرق الاحتيال سيد الكريم هلأ هاي الأرقام هذه الأرقام صراحة هذا حقهم أريد به باطل يعني هلأ اللي عم يسمعنا بقول لك يا أخي انتو دائما بتجيبوا هيك في ناس هيك عندهم حالة ببغائية وحالة جنونية أنا بسميها انتو دائما بتجيبوا الأخبار السلبية عن السوريين انتو أحيانا انتو بتتقصد وجيبوا كذا لا يا عزيزي نحن بننقلك بالضبط نحن بننقل للي عم بتابعنا فعليا ما يكون في موجود في الصحافة النمساوية نحن مرآتكم للصحافة النمساوية الناطقة بالألمانية يعني هذا الرقم طبيعي انه يكون يعني فعليا انه السوريون في المقدمة ما هن طبيعي لانه هن اللاجئين هن اللي دخلوا بالفترة الأخيرة بكثافة كتير كبيرة على النمسا طبيعي انه هم كلاتهم بمرحلة الاندماج مرحلة تكوينهم بمرحلة هذه المرحلة الحساسة والحرجة طبيعي ايضا انه كتير منهم ايجا كمان نفس الوقت جاي من جو رجعي من جو متخلف بيعتبر انه اي مكاسب اضافية هي هذا طبعا قراءة للخبر ما بيعتبره النص بشطارة بالضبط النص بشطارة فبالتالي فبالتالي استاذ المدروح صحيح هذا الامور ضد القانون ومخالفة وابا كل هذه التفاصيل ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت ما بنستطيع احنا ننكر او نتجاهل انه هؤلاء جاءوا من بيئة فيها مشاكل بيئة حروب بيئة تخلف بيئة جهل بشكل كتير مريض بس الرقم مرعب يعني 20 الف بس لا 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 20 الف شخص من 2018 هم دول مرسوا الاحتيال على النظام الاجتماعي اه بس ليسوا سوريين يعني لا 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 على مستوى النمسا على مستوى النمسا على تقريبا نصه من النمساويين ونص الاخر اعتقد من الاجانب في افغان في افغان في الخبر في اتراك في لا لا جنسيات اخرى نعم نعم فبالتالي في كتير جنسيات موجودة اما موضوع اما موضوع يعني اكثر شيوعا للمتهمين الى حد بعيد كانت سوريا افغانستان يعني فعاليا حتى السوريين كمان كانوا من المحتالين على 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 نظام مساعدات الاجتماعي معلأ سفهم تصدروا يعني تصدروا الارقام شي مغسف طبعا هذا الكلام اما موضوع انه مكتب العمل موضوع مكتب العمل وهذا الرقم الكبير اللي الناس عم تشوفوا 33 مليون هذا الرقم طبيعي لانه فيه كثافة جاءت بالفترة الاخيرة من الطبيعي يكون هاي الارقام عم تصرف فائلة عم تدعم من خلالها هذا شيء طبيعي ما له شيء غريب ولا شيء عجيب ولا شيء كذا فاما اما احنا فينا نقرأ هاي الارقام بعد خمس سنين بعد عشر سنين السوريين تحديدا هن من الفئات رغم كل فشل الاندماج هم من الجاليات الاسرع اندماجا في النمسا الاسرع في العصور على عمل الاسرع في فتح مشاريع يعني ما شاء الله بتشوف انت مطاعي وحلات كتير صارت للسوريين وهذا الشيء ما حدا بيقدر ينكروب وده المقصود ان احنا بنقول يا جامعة الخير احنا بنقدم ليك كيف يمكن ان تعيش في سلام في النمسا مئة بالمئة فيه طريقين فيه طريق تمشي فيه طريق عدل ان انت تندمج وتشتغل وتعمل مشروعات والطريق التاني انه هو طريق النصب والاحتيال ده مش اتهام ده توضيح ان ده طريق غير مقبول ده هيدفع للدولة انها تتحرك ضدك تحضر شكرا